في بابل لم يبقى للأطفال مكان للعب يخلو من النفايات وبرك المياه الأسينة فقد اعتدى هؤلاء على اللعب وسط النفايات في مشهد مكرر عميت عن رؤيته أعين المسؤولين هناك يعني هنا نحن منطقتنا كل خدمات ما بيها لا خدمات لا بلدية يعني بالسبوع مرة يجي ألا تطيق ألف ديناري على الله يشيل الحاوية مالتك إلى مطرة الدنيا جهاننا أربعة أيام خمسة يغيبون من وديهم للمدرسة لأن طريق ماكو كل هزبايل وطين ونقر وهذا تتفاقم أزمة النفايات مع تفاقم الوضع السياسي الآخذ بالانحدار منذ خمسة عشر عاما ليجد المواطن نفسه ضحية سرقات من يتزعمون المشهد السياسي والخدمي وكل تنظيف ماكو حتى مجارب مالات البيوت حاطيهن على الساحة كل شي ما عندنا لا خدمات لها يروحون البنات للمدارس يبقون هناك تصدق الأمهات يروحون الصبح ويردون العصر ويجهالهم البلدية ما قاعدة تجي لا واحد يطبنا لا مسؤول لجينا ما أحد يوصلنا وما أحد أي واحد يعرفنا مشاهدة هذه المناظر في بلد يتصدر دول العالم من حيث الاحتياطات النفطية بتأمرا مألوفا فالحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ 2003 قالت إنها أنفقت مليارات دولارات على ملف الخدمات في العراق لكن واقع الحال يدينهم بملفات فساد وسرقة انتظار السكان لحلول تنتشلهم من هذا الواقع بتأمرا مستبعدا ومستحيلا على إيد دعاة محاربة الفساد والإصلاح ففي الأفق القريب لا تلوح أي حلول حقيقية للانتهاء من هذا الكابوس الذي تتصدر مشهده دائما أزمة نفاية